والعنصرية المعادية للمسلمين في النمسا في أعلى مستواتها منذ عام 2015 وإن كان في ناس كتير أو في بلاغات كتيرة أو حالات كتيرة ازدادت بعد موضوع 7 أكتوبر بداية طبعا بصراحة من قام على هذه الإحصائية هي منظمة تسمى الدوكش تيلي توثيق الإسلاموفوبيا والعنصرية المعادية المسلمة هي جمعية خاصة وتقوم بإحصاء هذه الانتهاكات ولكن ما هي المعايير ما هي الآليات التي يعملون بها بصراحة يعني لا أعتقد أنها موثوقة هل هذه الأرقام ليست صحيحة لا أستطيع أن أقول لها أنها غير صحيحة يوجد شيء من هذا ولكن ليست بهذه الطريقة يعني عندما يتم تسييس الدين استاذ منظوح على سبيل المثال الإسلام ما يقال بالإسلام السياسي فهؤلاء الذين يوثقون أو يتعاملون مع هذا الشيء يعني أي انتقاد لهم يعتقدون أنه هو فعليا مهاجمة لحريتهم الشخصية أو هجوم عليهم أو مهاجمة الإسلام أو تمييز أو شيء من هذا الكلام ولكن لا أعتقد أن عند العديد من هؤلاء الأشخاص الـ 1522 شخص الذين سجلت على أساسها حالات الاعتداء أنهم فعليا عندهم رؤية حقيقية للتعبير عن الرأي يعني حتى الأفكار الدينية استاذ ممدوح يجب أن تناقش لا يجب على المسلم أو المسيح أو اليهودي الذي مقتنع بدينه أن يكون عنده أي مشكلة أنه يناقش أي جزئية بهذا الدين لا ينتقش للتطرف في التفكير بالضبط أيوة 100% شكرا لك فبالتالي استاذ ممدوح أي فكرة دينية قابلة للنقاش لماذا لا يعني لماذا لا إن كانت الإسلام أو اليهودي فعلى هذا الأساس موضوع هذه الحالات الحالات التي سجلها هذا المركز بصراحة لا أعتقد أنها دقيقة للغاية وما بيكلموا عن مدارس فأكثر شيء وفي نفس الوقت يعني هذا الشيء لا يخلو لا يخلو هذا الشيء ولكن أنا أدعو الجميع أن يتعامل بهدوء بهذه المجتمعات أن يحاول أن لا تكون الأمور بصراحة يعني بشكل خلينا نقول عنيف أحيانا التعامل براوية مع المجتمع النمساوي يوجد من يتقبل يوجد من لا يتقبل فلماذا يعني الوحيد يكون فيه عندنا شيء من الهدوء أستاذ ممدوح في التعامل مع هذه الحالة نعم هو طرح المنقشة البناءة أعتقد أن هذا يكون سبيل لعملية نبذ العنصرية نعم ترجمة نانسي قنقر